موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد التوقيت اللي طالعين فيه كنا نتمنى يكون معنا كأس البطولة كأس دور أبطال إفريقيا وبنحتفل بعد مباراة الأمس لكن هي الكورة دايما فيها مكسب وخسارة وقبل ما اتخذ في تفاصيل الحلقة وحلقة التريند النهاردة بالتأكيد هتطلق الدوع على تفاصيل مهمة جدا لازم اوجه رسالة في المقام الأول لجمهور النادي الأهلي ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق دايما الأهلي هو رقم واحد دايما الأهلي هو بطل إفريقيا دايما الأهلي هو صاحب الرصيد الأعلى والأكبر من البطولات الإفريقية دايما الأهلي هو صاحب التاريخ الأفضل للكورة الإفريقية في البطولات الدولية الأهلي دائما وأبدا بيشارف الكورة الإفريقية في المحافل الدولية والقرية النادي الأهلي بنافس ريال مدريد على الأكثر تتويجة من الألقاب القرية البعض ممكن بيحتفل ببطولة باثنين بثلاثة بس أنت زعلام عشان ما وصلتش لرقم 11 من دوري أبطال إفريقيا الأهل دايما معود جمهوره إنه هو رقم واحد والأهل دايما معود جمهوره إنه إحنا بنفرح وبنسعد دايما بأي انتصار لكن وإنت ماشي في طريقك أكيد هتتعرض لمطبات المطبات اللي بتتعرض لها لازم تحسبها كويس لما بتتعرض لأي مطب إزاي تفكر إنك تقوم منه بسرعة لأنه حصلت بعض المطبات في مشوارك الإفريقي في سنوات سابقة قمت منها بسرعة عشان تفرح تفرح جمهورك وتسعد جمهورك من تاني مش هتكلم عن التاريخ بس الناس حافظة التاريخ بشكل كبير جدا مش هتكلم على 2005 و2006 والله حصل في 7 مش هتكلم على 2018 مش هتكلم على كل دا الناس عارفة كل التاريخ وإلا حصل في البطولات الإفريقية وحتى لما كنت بتخسر برة في سنوات سابقة في عهد الفترة التامينات أو التسعنات الناس بتبع عارفة التاريخ وعارفة إلا بيحصل لكن مهم جدا إحنا ندرس ونشوف المواقف اللي بنتعرض لها وإزاي نقوم بسرعة وعشان الأهل دايما وده حتى أغاني الأهل وأغاني جمهور الأهل الأهل لو وقع ليه ألف قومة لأن الأهل دايما معود جمهوره إنه ما بيقعش والأهل دايما موجود في المركز الأول فيه ناس ممكن تحتفل بالميداليا الفضية وبالمركز التاني لكن أبدا الأهل دايما معود لعبته وأجهزته الفنية وجمهوره على المركز الأول لو خسرنا لقب بس خسرنا لقب بشرف لأن احنا ما كناش بنلعب خارج الملعب احنا كان كل تركزنا على الملعب لكن للأسف البعض بيحاول دايما يهدك خارج الملعب عشان مش هيقدر يخسرك بطولة ولا مطش داخل الملعب لازم الناس تبقى عارفة ده وعشان الناس تبقى عارفة ده لازم تركز في اللي جاي وعشان تركز في اللي جاي لازم ترفع راسك فوق والرياضة مكسب وخسارة لكن لما تخسر إزاي بسرعة تفوق وتبدأ تجاهز للمرحلة اللي جاية ومش توقيت خالص أي حد يلقي اللوم على حد لأن الموضوع وأعتقد يعني احنا هنا في قناة الأهلي شرحنا من بدري مش هقول في أماكن تانية أو الإعلام الرياضي بشكل عام لا الحمد لله هنا قمنا بواجبنا من بدري وقمنا بكل تفاصيل هذه القضية من بدايتها فالناس عارفة القضية من أولها لآخرها إيه اللي حصل فيها فمش هدخل في تفاصيلها لأن الناس كلها عارفة اللي حصل لكن مهم جدا يا جماعة ترفع راسك فوق وما تتهزش أبدا ولا تحس اللي انت انقصرت لأن انت بطل إفريقيا انت صاحب الرصيد الأعلى من البطلات الإفريقية انت الناس كلها بتبصلك نظرة شموخ واعتزاز وقيمة ومكانة عشان كده البعض اللي بيفشل في الفوز بأي بطولة دايما بياخدك في سكة تانية بره الملعب لكن لا يقدر حد جوه الملعب ينتصر على الأهلي بمبدأ الفير بليه لو الفير بليه تطبق صعب جدا تخسر كورة إلا لو انت على المستوى الفني فعلا لا تستحق وحتى لو انت على المستوى الفني مبارح فعلا ما كنتش لا تستحق بس ده شق ما يجيش واحد على الألف من القضية برمتها لأن دايما الكورة مش ملعب وتسعين ديئة بس الكورة فيها تفاصيل كتير النهاردة بالتأكيد في التريند هنستعرض برضو جزء من هذه التفاصيل وهنأكد على بعض التفاصيل اللي هنها في الحلقات السابقة وعلى مدار أكتر من سنة واثنين والله بنتكلم في الملف الإفريقي بس لما الأمر تعرض ليه المنتخب المصري في السنغال ولما تعرض ليه الأهلي في نهاية دورة أبطال إفريقيا الكل حس إن فيه أزمة وفيه مشكلة كبيرة وصدقوني الكلام ده مش آخر مرة لأ ده لسه ده مسلسل هيحصل في السنوات اللي جاية لو الناس ما خدتش بالها وما ركزتش في الملف ده كويس جدا لصالح الرياضة المصرية في المقام الأول ولصالح القرى المصرية في المقام التاني أبدأ حلاتي بسؤال حلقة اليوم وعايز الجمهور يوجه رسالة لللاعبين والجهاز الفني بالنسبة للمرحلة اللي جاية بعد انتهاء الموسم الإفريقي مش أقول لحد يوجه رسالة إيجابية ولا سلبية بس كل واحد من جواه اللي يقدر يقوم بيه في التوقيت ده عشان يوجه رسالة لللاعبين عشان المرحلة اللي جاية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا من خلال صفحات الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقر الأخير هستعرض أكبر قدر من أراء حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم عنوين حلقة التريند النهاردة في تريند الأهلي بعسة الأهلي تصل القاهرة وكمان مجلس الإدارة ينفي الدعوة لأي اجتماعات طارئة وأخيرا صلاح قد يغيب أو قد يغيب عن ودية كوريا كلنا عارفين دخلين في أجندة دولية والمنتخب عنده مباراتين وفيه توقف للدوري العام لكن بالتأكيد عندنا استعدادات للمرحلة اللي جاية كأس مصر والدوري وكأس مصر الأديم وكمان منتخبنا عنده مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكود ديفور أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ مع بعض أولى فقراتنا في برنامج التريند وأهم الأخبار والكواليس في فقرة تريند تريند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند واللي فيها بالتأكيد أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل بالنسبة للساعات الأخيرة طيب أهم خبر عندي بالتأكيد كان بالأمس وخبر تم إعلانه من قبل النادي الأهلي بعد انتشار أخبار عاقب نهاية المباراة أنه يكون فيه اجتماع طارق بالنسبة لمجلس الإدارة خلال الساعات القادمة لمناشط بعض الأمور الخاصة بالجهاز الفني أو أمور إدارية تخص فريق النادي الأهلي يمكن أن بالأمس مجلس الإدارة أعلن أنه لم يدعو لأي اجتماعات طارقة خلال الساعات القادمة ومجلس الإدارة أكد أنه لا يوجد أي اجتماع طارق لمناشط أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول داخل النادي الأهلي من هذا الخبر بالتأكيد ده واضح جدا انه لازم بشكل كبير جدا وانت بتتعامل مع ملفة القورة في الساعات القادمة اكيد محتاج هدوء ودائما احنا متعودين في مدرسة النادي الاهلي تحديدا ما بيكونش فيه اجتماعات عجلة او طريقة تخص نتيجة الفريق او تخص الفريق عقب اي نتيجة فيه مرحلة لازم تبقى فيها هادي وبالتأكيد النادي الاهلي معودنا على جهد عشان كده مبارح الخبر لما تم اعلانه ان فيه اجتماع طارق ومناشط بعض المور الفنية كانت الناس مستنية تشوف الموقف هل ده صح ولا مصح لكن النادي الاهلي كان واضح جدا عشان ما يحصلش بلبلة بالنسبة للجمهور خاصة ان احنا عندنا مباراة يعني مهمة جدا خلال اسبوعين يعني عندك مباراة يوم 12 ستة مع المصر بالسلوم في كأس مصر دور ال32 مسابقة جديدة عندك مباراة يوم 12 ستة مع ايستر نقومباني مباراة مؤجلة في الدوري هتلعبها المفروض بدون الدوليين كما اعلن لان هي مباراة جاية في الهجندة الدولية وتأجلت لان الاهلي كان عايز يسافر مبكرة للمغرب عشان يحضر لنهاية دورة ابطال افريقي عندك مباراة الزمالك يوم 19 ستة بعدها باسبوع عندك ماتش بيرامتز في مسابقة كأس مصر القديمة يوم 26 ستة فبالتالي انت شهر ستة في بطولتين ثلاثة في بطولة خاصة مباراة القيمة مع الزمالك فبالتأكيد بيبقى فيه فترة كده محتاج فيها هدوء عشان تبص للمستقبل بشكل يكون واضح جدا وان شاء الله دايما لنادي الألم عودنا ان هو بيفكر في ملفات دي بشكل هادئ خاصة لما الامر بيتعلق بنواحي فنية او مستقبل فريق الكورة خلال السنوات الجاية وخاصة ان الفريق ده هو اللي فاز باتنين دورة ابطال افريقيا اتن سوبر اتنين كاس عالم اندية فقد اكتر من نص قوامه الاساسي في كاس العالم الاندية بفعل فاعل نتيجة التخبط اللي ما بين الفيفا والكاف واللي الاهلي بيتعرض له لسه حتى في نهاية دورة ابطال افريقيا يا جماعة الحاجات دي برضو اتمنى محدش ينساها يعني التخبط اللي ما بين الفيفا والكاف بالموعيد والكاف متعرفش بيضاري ازاي او اللي جنب تشتغل ازاي الحاجات دي ما تتنسيش الحاجات دي خلوها دايما في الزاكرة وفي التاريخ لان الحاجات دي بتبقى مهمة جدا للمستقبل وللناس اللي جاية خدوا بالكم ما تنسوش ان الوداد لما خسر من الترجي في نهاية دورة ابطال افريقيا 2019 بعد ما رفض ان يستكمل المباراة وانسحب وساعتها الترجي تم يعني اعلان فوزه بدورة ابطال افريقيا الوداد ما سكتش وقتها وسكت يعني عدى الموضوع وسكت ده قعد ثلاث سنين يشتكي يعني قعد ثلاث سنين يشتكي بسبب هذه المباراة فبالتالي انت خسرتك بالامس ممكن يكون فيها شق فني انا مش راجل فني بس ممكن يكون فيها شق فني في اعداء التسعين ديئة لكن ده ما يديش مبرر ابدا ان الاجواء العامة للمباراة والقرار اللي اتاخد كان جزء مهم جدا ان المشهد انباريح يطلع بالشكل ده جزء مهم جدا ما ينفعش افصل ده عن ده خالص على فكرة لازم الامور كلها تبقى مترتبة وفيها تسلسل دي جزئية الجزئية التانية اللي عايز اوصلها الجمهور الاهلي دايما كده تبقى انت حافظ في التاريخ 30 مايو 2019 الكل عرف وشاف اللي حصل في رادس والجمهور الوداد فضل متكلم في القضية دي ثلاث سنين وقعد يشتكي ثلاث سنين ووصل لمحكمة رياضية ورح لمحكمة فيدرالية وكان قصة كبيرة جدا وخسر كل شيء وكلنا عارفين الموقف اللي حصل في الماتش والبار ما اشتغلش ومحدش بلغهم وكل ساعتها كان متعاطف حتى مع القضية دي واللي حصل في الماتش ده كان جزء اساسي ومهم جدا في تغيير خريطة قيادات الاتحاد الافريقي بس وقتها مش كل القيادات واحد واثنين حسب وجهة نظر الاتحاد الدولي وقتها ما كانش عايز غير تغيير كبير فغير واحد واثنين اللي حصل مبارح المفروض الاعلام والسوشيال ميديا والجمهور آخ صرت بطولة لكن في نقطة تاريخية محدش ينساها ان كما فقد الوداد لقبه في 2019 تقرر نفس المشهد في عشرين اتنين وعشرين مع اختلاف بعض التفاصيل مع اختلاف بعض التفاصيل العنوان واحد العنوان واحد وهو ان الاتحاد الافريقي يتخذ قرارات كارثية تهدد سلامة المسابقات الاندية الافريقية لكن التفاصيلة بتختلف في 2019 الفار ما اشتغلش الفار اصلا مجاش تونس تمام؟ واتعامل التمثيلية والوداد ساعتها اشتكى والكل كانوا واقف معهم لما كانوا حسين انهم اتعرضوا للظلم المرة دي التمثيلية اختلفت شوية ليه بقى؟ لا مش قصة فار بقى وحكم وجمهور والكلام ده كله لا قصة امتى تم تحديد ملعب نهائي دورة ابطال افريقيا بعد ما تعرف الاطراف بنسبة 90% الاهل والوداد فهنا دي القضية ودي المشكلة فاقوعة تنسى التاريخ 30 مايو 2022 كانت مصرحية هزلية مصرحية واضحة امام الجميع وامام كل وسال الاعلام العالمية اللي اتكلمت وقتها لما القرار اتاخد ان ده قرار غير عادل اتسونت فير ده قرار غير عادل ولا ينطبق عليه مبدأ الاتحاد الدولي الفير بلاي مبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي يا جمهور الاهلي 30 مايو 2022 مصرحية لا تقل باي شكل من الاشكال عن مصرحية 30 مايو 2019 مع اختلاف المشهد والتفاصيل والكلام اللي ما بين السطور الحاجة التانية والانا بستغربه هو احنا لما في 2019 قلنا فيه ظلم حصل وكنا واقفين في صف الحق ايا كان مين يطلع الوداد غير الوداد دايما الحمد لله الاهلي كلمته بتبقى واحدة ودايما الاعلام الرياضي اللي بيمثل الاهلي او اللي بيمثل الاعلام الرياضي في مصر لما بيكون فيه اضايا خارجية حتى لو مشترف فيها بيقول رأيه بحياد وبيقول رأيه في الحق ايا كان الحق مع مين لكن لانا اللي فجأتي بالنسبالي كان مبارح يعني انا عجبني جدا كابتن ويا الجمعة مبارح عجبني جدا انه طرح نقطة مهمة جدا قالك الملعب على المستوى الفني لا مش 50-50 الظروف كلها مش 50-50 اللي كان غريب بالنسبالي الردود اللي كانت بتتقال مع الديوف اللي معالي في الاستوديو يعني ازاي تطلع تجاهر بالغلط وتقول لا الظروف متساوية ما انت اطرح لك 25 ألف وانت 25 ألف مين اللي قال الكلام ده انت جدت الكلام ده منين يعني انت لما ترد على الكابتن واقل او ترد على الكلام ده بالنسبة لجمهور الاهلي يتبقى قاري ورق يتبقى عارف القرار طلع امتى يا اما ما تتكلمش لكن تقول لا اصلي 25 و25 ألف هنا وهنا مين اللي قال الكلام ده يا رجل يا مؤمن ده تقالك 10 للأهلي و10 للوداد و20 ألف للجمهور العام حلو يا سيدي ماشي عطلال أوروبية السيستن بقى لتحجز بالتزاكر لا مغلق جوه المغرب بس ايه يعني ال20 ألف الجمهور العام مغلق في السيستن جوه المغرب بس يعني حتى لو واحد مشجع أوروبية عايز يحضر النهائي مش هيرا فيه حجز يعني انت اصلا عامل مسرحية هزلية والناس كلها بتتفرج وبتضحك عارف انها مسرحية هزلية النقطة التانية يعني الضف التاني يقول له ايه لا انت حقك وخدت التزاكر بتاعتك بس ما جالكش غير 3000 يا راجل يعني ايه خدت 3000 هو المرش لما بين الوداد والرجاء في الفاينال ما كانش هيتقسم للصن يعني هل انت متأكد لو كان الفاينال الوداد والرجاء كان الملعب مش هيتقسم للصن كان هيتقال جمهور العام ملعب نهاية الكونفيدرالية ايه اللي حصل في التزاكر نهضة بركان خد كم تزكرة الفريق التاني فريق مازنبي خد كم تزكرة الجمهور الناجيري اتوزع ليه كم تزكرة انتوا يا جماعة المعايير انتوا بتهزروا بتتكلم جد وأنتم مش قاريين الوراء وعارفين القرار طالع أزاي ولا أنتم بتكملوا شكل المصرحية الهزلية والمصرحية والتمثالية اللي كلنا شفناها تاني ممكن نعليزي لالعب التسعين ديئة أمباروح مكنتش كويس بس برضو يا جماعة هي القرى مش تسعين ديئة بس هي القرى في القرارات اللي بتتاخد أحيانا ومواقف كتير جدا الناس بتبعى عارفة الأحداث اللي بتحصل برى الملعب والقرارات اللي بتتاخد من الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه اللوايح بتبقى مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن النتائج اللي بتحصل في المتشاط وكلنا عارفين التاريخ حصل إيه في المباراة الإفريقية سواء سابقا أو حاليا أو حتى هيحصل في اللي جاي فأذي كان الجزئية برضو مهمة جدا عشان أوضح إن حتى التناول الإعلامي في الردود على محل المصري أو على كابتن النادي الأهلي أو على حتى إعلام الأهلي كلام كله مش منطقي والناس بتزعل إن احنا بنتكلم في صلب القضية فيقول لك ملعب ديمقراطي يا عم ملعب ديمقراطي إيه؟ ده الليحة بتقول لك ملعب محايد تقول لنا خطب الدمقراطية أي دمقراطية تخالف الليحة الليحة لو فيها نص واضح وإنت بتقول لك خطب الدمقراطية فلتزعب الدمقراطية إلى الجحيم لأن انت هنا بتخالف الليحة إنت عندك ليحة لازم تلتزم بيها وهل منطقي اتحاد لعبة بينظم بطولة يجي ياخد قرار يوم تسعة خمسة والفاينل يوم تلاتين خمسة مش قصتي مين أقدم أنا مش عايز أنظم النهائي بس أنت الفيرد بتاعك لما تاخد قرار زي ده لازم تخضبه بكرا اد البطولة يا سيدي المغرب في تونس في الجزائر في جنوب أفريقيا برحتك بس القرار اللي ما يتاخد يبقى في توقيت قانوني سليم أنت مستف ورقك وعمل ورق سليم بس كإدارة كاحتراف انت زيره لأن ما فيش لجان بالمناسبة الناس هترع تقول لي أصلي فيه لجان وفيه لجنة مسابقات وفيه أعضاء في اللجان ملف اللجان ده لو تفتح فيه ناس هتتصدم بالموعيد اللي اتكتبت في مسألة فتح الترشيح للجان وهل الأسماء اتبعتت في الديد لاين السليم ولا لأ وهل اللجان لما تشكلت اجتمعت ولا لأ وهل اللجان دي ورق محطوط بس كده ولا مين اللي بيدير ملف اللجان ده ملف اللجان الاتحاد الافريقي فيه كلام كبير جدا ما حدش يجي يقول لي أصلي فيه لجنة مسابقات أصلي فيه لجنة ترخيص لا القصة مش قصة لجان آخر حاجة مهم جدا تركز في اللجاي وتحضر بشكل كبير جدا للمسابقات اللي جاية ويبقى السؤال الأهم والسؤال ده أنا مش بطرحه للإعلام أو للجمهور ده أنا بطرحه لصالح القرى المصرية لازم نسأل السؤال ده نفسنا قبل ما نسأله لأي حد بره هل القرى المصرية عندها مشكلة في التعامل مع ملفات القرى الافريقية ولا لا هل القرى المصرية عندها مشكلة في المستقبل مع الاتحاد الافريقي ولا لا هل القرى المصرية يمثلها أحد داخل الاتحاد الافريقي لصالح الرياضة والقرى المصرية ولا لا السؤال ده لو اتجاوب عليه بشكل عملي ومنطقي هتعرف المشكلة فين لأن النهار ده الأهلي من شهر كان المنتخب الله أعلم السنة الجاي هيبقى مين الهدف المقصود أن مهما كانت لك حقوق حد بيدافع عنها ولا لا بس أخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه ونكمل ولسه عندنا التفاصيل تانية وأكيد نروح للسوشيال ميديا ونشوف تريند الأهلي وإن اللي تكتب عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة من المناسبة قبل ما أدخل في تريند الأهلي ونشوف المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا عايزة برضو أوجه سؤال أو أقول معلومة برضو الناس تركز في تفاصيلها لأنها معلومة مهمة جدا هي الملفات اللي تقدمت لتنظيم الأحداث الرياضية سواء للمسابقات الإفريقية على مستوى الأندية سواء دور أبطال إفريقيا أو كاس الكنفدرالية من اللي قدمها؟ يعني مثلاً اللي قدم ملف المغرب السيد فوزي لاججع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف ورئيس الاتحاد المغربي طيب اللي قدم ليه السنغال إيجستين سنجور النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الكاف ورئيس الاتحاد السنغالي طيب اللي قدم ملف نيجيريا الناجيري أما جوبانيك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي والكاف ورئيس الاتحاد الناجيري ركزوا في التفصيلة دي اللي بيقدم الملف شخص مسؤول جوه المطبخ عارف مصلحة الاتحاد اللي بيخص بلده وعارف مصلحة البلد اللي ممكن يفيد البلد فاننظم ايه فبالتالي بيقدم وبيساهم لانه جوه المطبخ عارف القرى بتدار ازاي عارف القرار بيتخد ازاي ما الجيش مثلا تقول لي ايه اصل اللي قدم مثلا رئيس الاتحاد الليبي او رئيس ليبيا ممثلة برضو يعني مثلا ديك مثال اه رئيس مثلا الاتحاد الجزائري وهو عضو في المكتب التنفيذي لا ليه لانه رئيس الاتحاد الجزائري مش عضو مكتب التنفيذي فما قدمش مش هتلاقي اتحاد او رئيس اتحاد لعبة في القرى الافريقية قدم ملف وهو مش عضو مكتب تنفيذي اطلاقا كل الناس اللي قدمت هم اعضاء في المكتب التنفيذي في الفيفا والكعف وعارفين والمصلحة تقتضي ايه فبيقدم فبالتالي ما يجيش حد يقول لي ما هو مش رئيس الاتحاد ليه ما قدمش ما هو مش في المطبخ هو مش عارف القرار جوه ايه برضو انت آه لازم تجيب الضمانة الحكومية وعايز تنظم وكل حاجة بس في النهاية برضو ليه كرسي جوه عارف الدنيا مش هزافة بيقولك قدم زي ما حصل في 2019 زي ما حصل في 2006 زي ما القرار تم تحييده لما في عهد الكورونا قالك لا هنعمل قرعة خدوا بالك واتاة قالت قرعة ليه لان واتاة اللي كان موجود جوه الكورسي وهو ماسك حتى في الاتحاد عارف القرار اللي هيفيد الاتحاد وهيفيد النادي اللي موجود فبالتالي ركزوا في فكرة مين موجود فين وبياخد القرار ليه وعشان ايه فبالتالي ما نحطش ضغوط على الاندية المصرية وما نحطش ضغوط على المسؤولين حتى عن اتحاد القرى الحالي ده اتحاد القرى الحالي عايز يبعد كوادر واسماء للجان في الفترة اللي جاية اترد عليه قاله لا ده خلاص اتبعتت من شهرين ثلاثة ولا من ست شهور فربنا سهل السنة الجاية رغم على فكرة والله العظيم لغاية اخر اربعة واول خمسة في اسماء بتتبعت من بعض الاتحادات لتشكلات اللي جان بيتم الموافقة عليه فهل تتخيلوا اتحاد القرى الحالي بيحاول يحط حتى كوادر في اللي جان ما تردش عليه الغاية دلوقتي وما قدرش يبعد اي اسم لأي لجنة في الفترة اللي جاية رغم الديدلاين خلص من زمان وفيه اتحادات والله فيه اتحادات والجوابات معايا اسامي اتبعتت في شهر خمسة وتعينت في شهر اربعة من اتحادات تانية دي كانت نقطة مهمة جدا برضو عايز اشرحها للجمهور لان احنا دورنا لازم نفهم الجمهور اللي بيحصل لازم جمهورنا يعرف الدنيا ماشى ازاي طيب نروح لترند الاهلي ونبدأ السوشيال ميديا ونشوف ايه اللي تكتب في الساعات الاخيرة اول حاجة الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر كتبوا خسرنا بطولة ولن نخسر ابطالا حققوا الكثير لناديهم وجماهرهم سانكيو شكرا لكم بالتأكيد ده رسالة مهمة جدا وده جات رسالة النادي الاهلي للعيبة وللجهاز وللجمهور في المقام الاول خسرنا بطولة لكن مش هنخسر ابطال ليه الابطال دول عملوا ايه الابطال دول فازوا باتنين دورة ابطال افريقيا واتنين برونزية كأس عالم اندية واتنين كأس سوبر افريقي فبالتأكيد مش هايزين نخسر الجيل كله ممكن يكون في بعض الاخطاء الفنية الناس هتشتعل عليها وتعليجها لكن ما تهدش المعبد خاصة انك مش خسران كورة بنسبة 100% يعني انت لو خسران كورة 10 20 30% بس والله ما تزيد عن كده اللي اكتر من كده كان برا الملعب وده اللي اثر عليك وخلى المعنويات كلها فيها حالة احباط لان انت رايح ملعب لا جمهورك ولا اجوائك ولا حتى ماتش ان اوي وعلى برا على ملعبك ويعني مفيش الاجواء دي كلها ماتش 91 دي على فريق خد الماتش عنده وانت ونصيبك بقى وواجه زي ما هتواجه دي الازمة اللي البعض برضو مش عايز يفهمها وعايز صدر رسالة ان الاهل عنده مشاكل يا سيدي ممكن تكون فيه مشكلة والناس هتشتغل عليها بس تأثيرها كان من مجمل القضية كلها مبارح طيب حساب يلا كورا اهتم بفكرة عودة البعثة وحسابهم الرسمي على تويتر كتب وبعد خسارة دور الابطال بعثة الاهلي تصل القاهرة طيب نشوف كمان حساب سبورة 360 مصرية الاندية الاكثر حصولا على البطولات القرية وده اللي قلته في بداية الحلقة وده الرسالة المهمة لما الريال كان بيلاعب ليفربول كنا كلنا بنشجع ليفربول عشان حكتين عشان صلاح طبعا في المقام الاول وكمان عشان الريال ما يسبقش الاهل في عدد البطولات فشوف انت لما بتزعل بتزعل عشان ايه عايز تتقرب من الريال انت بتنافس الريال وفي نفس الوقت بتلعب على البطولة رقم 11 مش التانية او التالتة يا سيدي خليه يفرح ببطولة لكن انت تاريخك اكبر من ده بكتير تاريخك اكبر من ده بكتير فلازم ترفع رأسك فوق اوعى تبص التحت او حد يكسرك بكلمة انت دايما لازم رأسك تبقى فوق لان انت دايما في المقدمة انت دايما اللي بتسعد الشعب المصري انت دايما اللي بتفرح الاهلوية في كل مكان انت الصورة الايجابية الحلوة للرياضة المصرية خلال اخر عشر سنين في المحافل الدولية والقرية طبعا عدد البطولات قدامكم 27 لقب ما بين دوري ابطال ودوري اوروبي وبطولات عديدة ونفس الامر بالنسبة للاهلي عشر دوري ابطال افريقيا تمانية سوبر افريقي واحد كأس كونفيدرالية اربع كأس كؤوس واحد افرو اسياوي حفظيني التاريخ وحفظيني البطولات لان دا جزء من تاريخنا اكيد لازم نبني عليه في الفترة اللي جاية المصر الرياضي اهتم بموقف موسيماني وده ردا او ده الخبر اللي انتشر عشان كده النادي الاهلي رد مبارح من خلال خبر رسمي وقال ما فيش اجتماعات طرقة لهذا الامر لكن المصر الرياضي بيقول ان فين كسامة بين مجلس دارة الاهلي ولجنة الكورة حول مصير موسيماني الايام هتكشف مدى صحة هذا الكلام خلال الفترة اللي جاي طيب الحساب الرسمي لليوم السابع بيتكلم على الاهلي ينتظر المشاركة في كاس العالم للاندية راخل مخصارة لقب افريقيا هو الكلام اللي طالع في كل السوشيال ميديا والمواقع وحتى بعض الصحف الاوروبية ان يا جماعة فيه كاس العالم اندية هتنظم بشكل جديد 24 نادي من كذا قرى وفيه توزيع جغرافي 3 من افريقيا 8 من اوروبا بالشكل ده يعني بس طبعا كلام مش رسمي فهو الكلام ان الاهلي حتى بعد اخسرته هيبقى مرشح لكاس العالم الاندية في ظل ان افريقيا لما يشارك من عندها 3 اندية هيكون البطل والوصيف في دور الابطال وبطل كاس الكنفيدرالية ولكن تبقى للأوراية الرسمية واجندة الفيفا مفيش معاد محدد لكاس العالم الاندية لا في عام 2022 ولا في عام 2023 انا بقولكم كلام رسمي اجندة الفيفا المعلنة حتى 2024 مفيش معاد محدد او معاد محدد كده ان ده معاد مخترح لكاس العالم للاندية كلها توقعات واجتهادات لكن الفيفا ما حددتش ولو هيلعب كاس عالم بارباء وعشرين نادي اكيد محتاج مساحة زمنية برضو المساحة الزمنية مش موجودة لا في 2022 ولا في 2023 هتتحدد ازاي الله اعلم بس يا خوفي لما تتحدد تعمل تاني تضارف الموعيد خاصة ان في كاس عالم في نهاية هذا العام فاكيدا اكيد يعني مفيش كاس عالم اندية 2022 لكن السنة الجاية خدوا بقى لكم في كاس امم افريقيا في القدفور يا تتلعب في يناي يا تتلعب في شهر يونيو بس اتمنى ما يكونش فيها تضارف موعيد تاني لان بصراحة العلاقة ما بين الفيفا والكاف والاجندة فيها مشاكل لان القصة اكبر واعمق مما تتخيله والله احنا لسه في بداية الصفحة الكتاب لسه في كتير الفترة الجاية من مشاكل ان اتعرض لها سواء الاهل اولندية المصرية او المنتخب لو محدش مسؤول عن القرف مصر ركز في الفترة اللي جاية لان اللي جاي والله يصدقوني هيبقى اسوأ مما حدث سواء بالامس او في الفترة السابقة طيب ارجع لكورابلس لان كورابلس كان قال خبر مهم جدا برضو لا علاقة باجتماع مع موسيماني وبرضو النادي الاهل يرد وقال ما فيش اجتماعات طرقة في هذا التوقيت لكن كورابلس كان قال لجنة التخطيط بالقالة تجتمع مع موسيماني بعد خسارة دوري الابطال حسب ما علمت او فهمت يعني ان المفروض في اجندة دولية هل الجهاز الفن بقيادة موسيماني هياخد اجهازة ويسافر جنوب افريقيا الفريق امتى هيرجع للتدريبات ممكن يكون في اجتماعات خلانا هتعامل دايما مع الخبر الرسمي والقرار الرسمي وحتى هذه اللحظة ما فيش اي اشارة لهذه الاجتماعات في الفترة اللي جاي خبر اليوم السابع اتكلمنا عليه بخصوص كأس العامل الاندية واروح للوطن الرياضي وبتكلمه على تصنيف النادي الاهلي بخصوص صدارة الاندية الافريقية بيقولوا ان النادي الاهلي بالتأكيد خلال الفترة الحالية لسه محتفظ بصدارة تصنيف الاندية الافريقية لان الاهلي حاليا 78 نقطة يجي في المركز التاني الوداد 71 نقطة في المركز التاني طيب بعدين ترجي ثم الرجاء ثم نهضة بركان في المركز الخامس بعد كده سانداونز في المركز السادس الزمالك تراجع للمركز السابع مازنبل في المركز التامن وبرامجز في المركز التاسع ده تصنيف سنوي بتعمل دايماً بعد نهاية دور ابطال افريقيا والكونفدرالية عشان تعرف اخر خمس سنين او خلال السنوات الاخيرة من متصدر التصنيف ودايماً الحمد لله الاهلي متصدر التصنيف سواء تصنيف نهاية القرن او حتى التصنيف الافريقي اللي على اساسه بتتعامل قرعة الادوار التمهدية اتكلم على الموسم المغبل اللي ممكن يتخذ فيه الفترة اللي جاية صفحة في الجولة قالت الاهلي يستقر على عودة احمد ياسر ريان في الموسم المغبل طيب برضو كخبر رسمي هل احمد ياسر ريان هيتم قيده في القايمة السنة الجاية ومايتمش اعارته او بيعه ده برضو مش معلم بشكل رسمي احمد ياسر ريان انا فترة الاعارة في الدوري التركي وبالتأكيد هينتزم في التدريبات الفترة جاية لكن مش هيشارك زيه زي قهرباء كلنا عارفين ان الموسم المحل في مصر لسه مكمل لتلاتين تمانية فاي لاعب راجع من اعارة مش هيتم قيده ولا يشارك الا بعد نهاية الموسم وفتح القيد من جديد مع فتح باب القيد وقتها في شهر تسعة نقدر نشوف هيتم قيده او هيتم قيده ويتم اعارته ولا هيتم قيده واستمراره مع الاهلي لحاجة الفنية الى جهوده ده هيتم امتى صعب اوي يحصل دلوقتي يا جماعة لان لسه قدامنا تلات شهور على نهاية الموسم فيه مستجدات كتير ممكن تحصل ممكن ييجي عرض جد جدا لأحمد ياسر ريان ممكن تجيب صفقة ممكن تكون اضافة فاتفضل ان احمد ياسر ريان ياخد خبرات تانية فيطلع اعارة كل ده امور فنية لسه بتطرح على قطاع الكرة في الفترة اللي جاية والناس بتشتغل على الملفات دي كل شيء في وقته وبيتخذ القرار في التوقيت المناسب لكن لا هقدر انفي ولا هقدر اأكد لان الكلام ده لسه سابق لقواني اخر حاجة كورة بلس برضو بتكلم عن حقيقة عودة احمد ياسر ريان وموقف موسيماني طب هم قالوا ان الاهلي بيرحب بوجود ريان منذ الموسم الماضي بناء على اشادة من بيتسو موسيماني وان موسيماني اشاد بمستوى اللاعب بشكل كبير لكن اللاعب نفسه قتاه هو اللي طلب الخروج للقعارة بحسا عن المشاركة في المباريات بشكل اكبر اذا لسه هننتظر موقف الاهلي موقف اللاعب ايضا كمان رغبته مهمة جدا عشان تشوف المستقبل والتحضير للموسم القادم اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مبعد ولسه معنا باقي الفقرات في برنامج التريند ونروح للتريند المحلي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة التريند المحلي ونشوف الاخبار المحلية خاصة هتكون متعلقة بمنتخبنا الوطني اللي عنده مباريات مهمة جدا في التصفيات الافريقية الموهلة الكأس الامم خاصة مع تعيين جهاز جديد بقيادة الكابتن ايهاب جلال في المرحلة المقبلة طيب اول حاجة معي الحساب الرسمي لاتحاد الكورة من خلال صفحته على الفيسبوك واللي بيقول فيها ان المنتخب الوطني بقيادة الكابتن ايهاب جلال ادى صباح اليوم السلساء مرانا تنشيطيا بمقر فوند والاقامة بمشاركة كل اللاعبين المنضمين منتخبنا الوطني هيستعد لخوض مباراته امام غينيا واسيوبيا يومي خمسة وتسعة يونيو المقبل في الجولتين الاولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لامم افريقيا كودفوار عشرين تلاتة وعشرين كلنا عارفين ان المباراة دي كان متحدد لما وعيد تانية يعني مباراة غينيا المفروض كانت يوم اتنين ستة بنتكلم مثلا خلاص خلال تمانية واربعين ساعة ومباراة اثيوبيا كانت يوم خمسة او ستة ستة على ما اعتقد طبعا التعديل ده تم بعد القرار الكارسي اللي خده الكافوة تا وقال لك الاععاب نهاية افريقيا يوم تلاتين مايو في اول ايام الاجندة الرسمية فطبعا التحديل افريقيا لما التحديل كوريه يقول له انت كده احطت معات غلطة عند مشكلة في التصفيات على طول يطلع القرار لا هتلعب خمسة وتسعة وما عندكش مشكلة طي المنتخب النهاردة انضم ليه السنائي محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كيليوباترا وكريم حافظ لاعب نادي مالاتيا سبور التركي لمعسكر الفريق اللي بدأ اليوم على ان ينضم باقي اللاعبين تباعا وكلنا عارفين طبعا المباراة دي مش هيكون فيها لا مصطفى محمد ولا احمد فتوح بسبب الانذارات وطرقهم الانذارات في التصفيات الافريقية قدامكم على الشاشة ده اول تجمع لمنتخبنا الوطني امبارح ده كان اول تجمع والتدريب لمنتخبنا شايفين محمد النني شايفين الكابتن محمد ده شوقي مدرب المنتخب وعدد من اللاعب بالتأكيد اللي بيستعدوا ليه المرحلة اللي جاية كان الكابتن ايهاب جلال قال في البداية اربعة واربعين لاعب بعد كده اعلن واحد وعشرين لاعب وقال بعد مطش الاهل هيعلن باقي الاسماء هو اختار من الاهل سبع لعيبة بالنسبة ليه المرحلة الجاية كمان شايفين تريزيجي شايفين كمان حارس المرمى محمد ده صبح ان شاء الله بإذن الله انا تمنى ان يكون فيه بداية موفقة عمر مرموش يعني ان شاء الله تكون بداية موفقة لمنتخبنا الوطن الفترة الجاية شايفين ايهاب جلالة هو كمان المدير الفن ومع عصام الحضري مدرب حراس المرمى احمد حسام طبعا مدرب مساعد مع الكابتن محمد شوقي نتمنى التوفيق لمنتخب مصر يا رب في الفترة الجاية ويكون فيه تصحيح المصار في الفترة الجاية عشان تكون مرحلة تقدر تحط استراتيجية وخطة للتأهل لكاس العالم عشرين ستة وعشرين ولعل وعسى يعني احنا وصلنا نهاي امم افريقيا عشرين واحد وعشرين اللي وقيمت في الكاميرون في عشرين اتنين وعشرين فلازم بإذن الله البطولة اللي جاية نشتغل مش عشان نوصل سيمي فاينال وفاينال بس لا لازم نشتغل على فكرة ان احنا كمان نحرز البطولة الافريقية اللي بصراحة العام الحالي الظروف كلها صعبة فيه جدا يعني خسارة صلاح للدولة الانجليزي خسارة نهائي دولة يا ابتال اوروبا خسارة منتخب مصر في نهائي امم افريقيا عدم التأهل لكاس العالم خسارة الاهلي في نهاية دورة ابتال افريقيا فترة صعبة جدا نتمنى يا رب الفترة الجاية يكون فيه استعداد افضل عشان نتخاضى هلا هذي الاخطاء ونكسب بطولات بعد خسارة كل هذي الالقاء في الفترة السابقة طيب حساب بطولات بيقول انه تم التوقيع على عقود مواجهة منتخب مصر امام كوريا الجنوبية الودية بعدما تم الاتفاق على توفير طائرة خاصة لنقل المنتخب المنتخب عنده مباراتين في التصفات الافريقية واتفع على مبارات دية مع كوريا الجنوبية لان كوريا هتلعب كاس عالم فعايزة تلعب مبارات دية مع مصر كان فيه مشاكل ادارية متعلقة بالسفر والعودة فتم التوقيع على عقود مواجهة المباراة بعدما تم الاتفاق على توفير طائرة خاصة للاقي المنتخب عشان لعيبها ترجع بسرعة لمصر بعد المباراة خاصة ان فيه مبارات محلية مهمة بعد المباراة دي بـ 72 ساعة طب هل صلاح هيلحق ويلعب هذه المباراة؟ لا يلا كورا بيقول ان فيه مصدر يلا كورا قال ان محمد صلاح قائد المنتخب ونجم نادي ليفربول قد يغيب عن منتخب مصر فيه ودية كوريا هل ده بالاتفاق؟ هل ده لعلاقة بان صلاح محتاج فترة راحة سلبية بعد نهاية التصفات الافريقية؟ اعتقد ده انا اعرف في الساعة الجاية وقت ما يعلم الكاتل ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي الاخبار اللي جاية بالنسبة لمنتخب فيه الفترة اللي جاية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض الترند العالمي واخر فقرة معنا في حلقة الترند اهلا بحضركم من جديد والفقرة الاخيرة من برنامج الترند وللأسف وقتنا بيجري معاكم بسرعة لكن محتاج اروح بسرعة ليه مشاركات الاجابة على السؤال اللي طرحناه وجه رسالتك للعاب الاهلي بعد انتهاء الموسم الافريق نشوف رأي الجمهور في هذا الموضوع والرسالة اللي وجهوها للعابة مارين بتقول نقول الحمد لله لعبت الاهل رجالة وجمهور الاهل مقدر ظروف المطش وخلاص نقفل الصفحة ونبدأ صفحة جديدة ونركز على البطولات اللي جاية والاهل بإذن الله بيفرحنا كالعادة نروح كمان نشوف رأي تاني سارة بتقولوا والله انتوا عملت اللي عليكم كنتوا رجالة بمعنى الكلمة وان شاء الله اللي جاية احسن ومعاك على الحلوة والمرة من لم يشجع الاهل وقت الانقصار لا يستحق ان يشجعه وقت الانتصار اهلوية وافتخر هو ده الكلام اللي عايزين نوصله ودي احلى حاجة نختم بيها والكلمة الاخيرة ارفع راسك فوق انت اهلوي شكرا لحضراتكم على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء